هو المؤتمر ده اسمه مؤتمر ايه؟ سؤال والله بتكلم بجد ولا وانا غلطان صححوني المؤتمر ده اسمه مؤتمر ايه؟ اسمه مؤتمر كوب 27 طيب ايه مؤتمر كوب 27 ده؟ ده مؤتمر بيتكلم على المتغيرات المناخية والاخطار التي تواجه الكوكب وحق الانسان في انه يعيش على هذا الكوكب الازرق حياة اقل تلوسا اقل ضررا فاحنا كل حدثنا من المفترض تبقى بالمناسبة لكود المؤتمر لإيه؟ ايوه لكود المؤتمر انه نتكلم على حق الانسان في حياة سليمة حياة صحية حياة نظيفة حياة اقل تلوسة ما هواش مؤتمر عن مسألة حرية الرأي والتعبير ما هواش مؤتمر عن لجان العفو ما هواش مؤتمر عن الكلام ده بدليل انا مثلا على سبيل المثال مفترض انه سيد علاء عبد الفتاح واسرته الكريمة بيقولوا ده راجل مواطن بريطاني طب حضراتكو ليه ما سافرتوش السنة اللي فاتت على المملكة المتحدة وطالبته زي ما طالبته كده السنة دي انه يحضر ممثل عن الاسرة ايا كان مين من الاسرة اللي هيروح يمثل الاسرة الكريمة في مؤتمر جلاسجو في كوب ستة وعشرين ده حتى كانت تبقى في بيتها يعني جوه بريطانيا بقى جوه بريطانيا العظمة جوه UK United Kingdom فنطلب ونروح ومنظمة العفو تعمل جلسة ويعملوا ندوة ويتكلموا ويتكلموا على موضوع علاء مرحوش ليه والله طلبوا واترفض ده برضو سؤال ما ممكن يكون الناس طلبت ويا ولداء اترفض له بالموضوع ده 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 سؤال اظن سؤال مشروع يعني اجاوبك عشان كود المؤتمر هو كود متعلق بالكود يعني الاساس بتاع هذا المؤتمر هو مؤتمر متعلق بالمتغيرات وبالتلاوس اديك شوفت كده زي ما كنا بنتكلم مع زميلتنا ايمان منصورة بتقولك الناس بتتظاهر هناك بطلوا تاكلوا لحمة ما تلوسوش الجو عايزين انبعاثات اقل عايزين احنا نتخلص من الوقود الاحفوري عايزين نتشغل على الوقود الاخضر عايزين الناس كلها شوف خد بالك بقى كلها في شرم الشيخ بل وفي العالم لا تتحدث الا عن ذلك تيجي تقول يوسف انت ما شفتش فرنسا 24 ما شفتش بي بي سي الناس دي غطت تغطية انا اراها تغطية غير موضوعية وهنتكلم فيها ليه مجرد رأي بتاع رجل يمتهن هذه المهنة من سنة 1993 في مجلة روزل يوسف موطق قدم اليسار المصري في الصحافة المصرية اليسار المصري ده انا ماركس بتاع المهم بس يسيبنا من ده مش مهم ما انا خالص دلوقتي وامتهنت مهنة التقديم التليفزيوني سنة 98 يعني تقريبا انا بقالي 30 سنة بشتغل الشغلانة التغطية بتاعة اربعة فرنسا 24 ولا بي بي سي ولا غيرها حدث وبيغطوه حقهم حطينا رأينا في تغطية الحدث يبقى نحط كل الاراء ده هنا مسألة التغطية الصحفية انا عايز اقول اراء اسرة علاء عبد الفتاح يبقى كمان اقول قدامها اراء الاخرين من الحقوقيين صح ولا انا اخد الاراء بتاعة اسرة علاء عبد الفتاح بس ما دي كده من الصحافة كده سمك لبن طمر هندي بجد مش زار يعني ولو انا غلطان حد يصححني يعني اتمنى ناس فرنسا 24 يصححونا ناس بتوع بي بي سي يصححونا ناس كبار انتو ما حصلتوش صححوني قلولي يا جماعة ليه ما اتكلمتوش على تاني رأي مثلا نهدب القمصان يعني هو لازم يبقى الرأي هو علاء عبد الفتاح او مؤيدي يعني حسان بهجت على سبيل مثال انا ما فهمتش برضو وهو ناشط حقوقي بارز محدش يقدر يقول حاجة يعني الراجل قال لجان العفو او لجنة العفو اللي تم تفعيلها مرة تانية في مصر افرجت عن ما يزيد عن تمنميت شخص يعني فيه لجنة عفو وسهمت فيه الافراج او صدور عفو رئاسي عن تمنميت شخص طب حلو جدا ادارة المؤتمر او ادارة قاسف الجلسة نفسها كانت ادارة بالنسبة لي غريبة ليه انا افهم كويس قوي انه فيه فيه بانل او معتحدثين رئيسيين قاعدين على المنصة بيتكلموا ويقولوا ما يريدونه اهلا وسهلا وبعدين بنخلص كلام وبندي فرصة للحضور بنظام مما لا شك فيه وبرفع الايدي مما لا شك فيه وندي الفرصة للناس تتكلم وانا ماينفعش بقى بقول انا بقى اشجع واساعد واحبز وعلى حرية الرأي والتعبير وانا ما بديش الحق للمخالف ليه في الرأي انه يعبر عن رأيه ماهو دي برضو حاجة غريبة جدا يعني مصطلح يبدو انه متناقض مع ذاته اللي هو ايه ديكتاتورية المعارضة يعني او ديكتاتورية المختلف انت راجل بتقول انا مختلف عنك في القراء وانا ليه قرائي واحب ان اعبر عنها بمنتهى الحرية دون قيد او شرط حلو فانت بتتكلم او قاعد عالبانل الناس قاعد عالبانل بتتكلم او البانل قاعد بيتكلم عن منص قاعدين بيتكلم طب والناس اللي في القاعة دي مش من حقها تتكلم ترجمة نانسي قنقر